السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا عن القناة شاف سهيلا اليوم غادي نقدم لكم واحد طرطة الكارامل كديغ غزالة بزاف لديدة واقتصادية و غادي تعجبكم بزاف صراحة اللي جربتوها و غادي اتنال اعجابكم و غتخلي وليتعليق زوين لانه فعلا لديدة شكرا مزاف لحوث المتابعة ما تنسوش لايكي الفيديو الاكبر عدد من لايكات هكا لتعوم الفائضة تبغط جولا فيديو فضلا هو ليس امرا بطبيعة الحال و شكرا مزاف لحوث المتابعة هدي الطرطة ديانا كديغ غزالة و لديدة و بنينا و حتى المنظر ديالها يعني حاولت انا ندير شي حاجة اللي بسيطة ليقدر الكل انه يطبق بحالها بطبيعة الحال كيما طبقتو الحالويات الاخرين صراحة جبت لكم احسن طرطة اللي غا تحضروها هنايا البنات اللي كي سولوني فين كتديري البقية ديالها جنواز هادي كنحطها في المجمد حتى كنبغيها و كنجبدها عادي هاا ها هاد من البقية اللي كي بقاوليها كنشدهم كنبغوا عندي جوشتروفة لصقتهم عادي جدا و انا حضرن بيهم كقاعدة يعني ماكينش مشكل في هادي من بعد هنا يا عندي تقريبا واحد خمسين غقار أدية الشوكولةة او الشوكولة بالحالي بليكيكون نوع ممتسس عندي هنا واحد الكيميات ديالي القرقاع راكم شطولة بأسه بها شوية مشي بزاف و عندي هنا الفيتين مايو عدينا تقريبا واحد الخمسة ديالماعلق ديال الفيتين ويكونوا عادين بحلقة كما لاحظتم سنخلطوا هالطباقة المقرمشة كالمعتاد هنا نقصها البخالينين اللي مدرناش ولكن كتجيها كحسن ولديدة وكتجيب لتعقيدات يعني اللي عندك الموجود في الدار أنا كيتقدرية تخدمي بي أنا ما كان يعني هادشي اللي عندي في الدار غادي نخدمي ما عنديش البخاليني عنديش شوكولات يعني ما كانش إشكال صافي من بعد هنا غادي نوزحها الطبقة هادي بهات الشكل هادا كان فوق الجنواز هنايا الجنواز ماسقي تمولوا انه اسفنجية ما تحتش انها تسقى بزاف صافي من بعد هنا غادي ندير نحاول انني ندير هالطبقة المقرمشة وغادي نتبتها من فوق لكيك ديانا صافي وغادي ندخل هالمجمي دوتا باش تشدلي راسها شوية وعاد باش ندودو نخدمو الكريمة اللي كتكون ساهلة وغا تنجح معكم مية في المية من نسبة للإطار هنا عندي تقريبا عشرين سنتيم يعني هاد الحلوه هادي فيها كيلو بالضبط هاد المقادر اللي كي اعتوكي لونت الاخوات او البنات تطلبوا مني بزاف في الانستغرام ديالي اعطيها بزاف ديال مايساج اعفك وريني الطريقة كيفاش نحسبو ليغاتو وريني الطريقة انا غادي نوريكم كل شيء صافي من بعد هنا غادي نجيب واحد الساشة ديال الفاني غادي نخدمو الكريمة انجليزية لاباز ديال البيض والحليب اسكار غادي نوريكم تلق ناكيني ربعة ديال لاباز ديال الكريمات وغادي نقولو لكم كل واحدة بوحدية ان شاء الله من بعد هنا يا كنمشين كندير دك الحليب كنصخنو وتقريبا كس اللارب ديال الحليب كنصخنو جيت الهنا درت ورقة واحدة ديال ورقة واحدة تعدل لنا ثلاثة جرام ماشي جوج ديال القرامات البنات ثلاثة جرام صافي غادي نخليوها جانبا من بعد هنا كيما لاحتوا الحليب راس خلية غادي نجيب جوج ديال السافر ديال البيض بدون بايض ديال البيض انا مهم ادي دي ما تنديره ولكن اليوم حاولت انا اني اركز عليها باش تنجح معاكم 100% كالي كتقولي بخفو كيطب لي البيض كالي كتقولي ما كتستقليش كالي كتقولي كتتتحرق لي هانتو ما لا تبعي المقادر غادي تديري فدك جوج ديال البيض بمعلقة كبيرة ديال السكار ساني دا غادي تخلطيها بحالها تشكلي كنخلطها انا حتى كيدو بسكار فيها وكنضيف علي هاداك الحليب لي ما كيكونش سخون بزاف وما كيكونش دافي كيكون ما بينو بين هادي اكيد او خطح ايام تحركي فيه وإلا كان دافي غادي نديرو فوق البوت وخصنا واحد المودة باش انه يسخلينا وحاكذا غايت طيبنا البيض يعني كيكون الحرارة ما بينو بينو مهم كونو على بال سافي من بعد هنا غادي نخلط ذاك البيض وذاك السكار وذاك الحليب شوفوا القاوام ديالو بهذا الشكل هادا را ناجح مية في المية اللي تبعتو هاد الخطوات هادو را ناجح كنردوها فوق البوتا مع تحريك المستمر ما كنخليوهاش تغلب الزاف وما كنخليوهاش تفيد إلا فاضي طبيعة لحن كيخسر البيض عريش هم مره عود كيخسر البيض سافي من بعد هنا وضعتك الورقة للجيلاتين حتى كنطيبوها وكل شيء كتبقى ورقة للجيلاتين هي الأخيرة سافي غادي نخليوها جانبا وغادي نضيف عليها جوج معلق ديال ناس الكراميل او ممكن تحضروه في البيض فضاء ولا تشريوه جاهز ولا تشريوه هاداك ديال العبار اسميتوك خيم كراميل كريم كراميل راكي تبع بالعبار كيعطيك خمسة دراهم عشر دراهم حتى اللي بغيتي هاداك كيكون رخيص من انك تشري بواطة 22 دراهم بزاف يعني وتقدر انت غا تقديم النوج وجمعالق ما لا داعي انه تشري ذاك البواطة خودي غير خمسة دراهم ولا عشرة دراهم كافية وغادي نيها بزاف ديال المرات سافي هادية الكريمة الانجليزية اللي بلاباس ديال الكراميل غادي نوضعوها جانيبا بطبيعة الحل ونخلوها حتى كات بردلينا مزيان ماشي غاشي شوية لانه غادي نطلعو هنا الكريمة وفليهذا احنا ما غادي نبغيو الكريمة انها تكون الحاجة سخونة لانه غادي تحبط لنا على فاغم ديالها بطبيعة الحل سافي من بعد هنا غادي نجيب كاز ديال الكريمة سائلة هنا ما كانش عندي هدا ما كانش عندي لاشانتيه ممكن ديرو كاز ديال الحليب ديال العنباء ولا شونتيه تطلعوها بحال 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 يعني ما كانش مشكله انا كعجبني نخدم بلا شونتيه حسنا من اللي يكيد صراحة كل واحد وشنو كيبغي سافي من بعد هنا غادي نجيب هادك الكريمة الانجليزية وغادي نضيفها على هاد الكاز ديال الكريمة اللي بطبيعة الحل اللي خفقت مهم اللي غا يسولنيش حل الميليليتر ديال الكريمة ميتين ميليليتر بطبيعة الحل غادي نحاول اني نحرك 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 مزيان حتى كي تنساج مليه وكنشوفها انها اتقال تلينة واحد شوية عاد باش كنضيفوها كلموس ديال الكرامل من فوق الطبقة المقرمشة بطبيعة الحل سافي غادي نحاول اني نديرها بات الشكل هادا وغادي نقدليها الواجه ديالها وهناي غادي نخليوها تقريبا نحضر بعدي الساعات او خمسة الساعات ومي يستحسن انكم تخليوها تبات ليلة كاميلة لانه باش كتجمد لينا مني كنديرو الكلاساج لينا انها كنت اكدو اننا غايت تقمعنا الكلاساج وغادي نحط القاعدة الصغيرة غادي ينشف عليها او غادي يبس عليها كما نقولوا باش حكا ما تقاش لان الحلوة كتقطار صافي من بعد هنا غادي كما قلت لكم غادي ندخلها المجمد بهات الشكل هادا مهم تقديتها مزيان طبيعة الحل ففي هنا غادي نزور القلاساج القلاساج اللي غادي يكون ساهل وابسط اللي في هنا يكاس لارب دي سكر سانيدة بطبيعة الحال غادي نديرها كراميل كات كات كراميل يزاف فوق النار كنت تحصلوا على اللون هادا اللي كيكون شوية غامق ماشي بزاف نغيم على الإضاءة وبال اللي يكون غامق بزاف يكون هاكا وما يكون شفاف إلا كان شفاف فنا ما غادي شي شي كوم زوين غادي نضيف عليه نسكاس ديال الماء الساخن الماء الساخن ما نديروش ما بارد ما بارد ليس تسركيب قيطار على الوجاه وتكشير اللي يحفظ ديالو ما سخون وحركم زيان حتى كيدو بدك سكر وغادي نضيف هنا معلقة صغيرة ديال النشا اللي غادي ندوبها في شوية ديال الماء وكندير كريء نسكاس ديال الكريمة السائلة كل شي ان شاء الله غادي يكون فهم غادي نوضع دك نسكاس ديال الماء مع دك النشا غادي نعود أني نحاول أني نخلطه مزيان بعد الشكل هذا ومن بعد هنا غادي نضيف لها بعد ما غادي نضيف لها غادي نضيف لها الكريمة السائلة ومنين غادي نضيف لها الكريمة السائلة وغادي نحاول أني نخلط مزيان صافي مني غادي نخلط مزيان بهاد الشكل هذا حتى غادي ندمج ليه المكونات وعاد باش غادي نضيف ليه واحد ملعقة صغيرة ديال الكليكوز هدي اه غير اختيارية وصافي لعندك الكليكوز في الدار ديلي ما عندكش مكنش مشكل يعني مكنش اشكال غير هو كيزيد كيساعد باش تشدنا القلاسات جو رغم انا هندي نديرو الجيلاتين داروري صافي من بعد انا عندي معلقة كبيرة ديال الجيلاتين اللي دوبتها في المسخون صافي وغادي هنا بودر صافي وغادي نخلطوه مزيان وغادي نطربوه بطبيعة الحل مني غادي نطربوه مزيان او غاديروه في الخلط الخلط القهربائي يحتى كي اه كيتبدل اللون ديالو ما كيبقاش هكا غامق كيتفتح واحد شوية عادي باش كنديرو كنضيفوه في واحد الايناء هانتو مكي ملاحظو غادي نحاولو نصفيوه مزيان باش تيلا كنشيفو قاعات ولا شي حاجة تحيد صافي من بعد بعد شكل هذا غادي نخلي حتى كيبرة تماما عادي باش نقلاسي وبيل حلوى ديالو من بعد هنا مدى ستليه ليلة كاملة غادي ندل المول غادي نحاول نقادل حوف وغادي نزين بدك القلاساج وغادي نزين هنا يا بالخطوط من شوكولا وكنديرو اي تزين هنا دلت القطع ديال شوكولا مع موازات وفي الاسفل ديال قاتو تزينتو بالفويتين وهذا هو الشكل النهائي ديال قاتو ديالو شكرا بسافر حسن لمتابعة